على الجانب الآخر ذكرت مصادر عسكرية روسية في موسكو أنه قد أجلي أكثر من 700 ألف شخص من منطقة دونيسك ولوغانسك الانفصاليتين وإجزاء أخرى من شرق أوكرانيا إلى روسيا منذ الرابع والعشرين من فبراير وقالت وزارة الدفاع الروسية إنما يقرب من 27 ألف شخص غادروا المناطق المتنازع عليها أمس إلى روسيا وذكرت أنه قد أنقذ 134 ألف شخص من ميناء مريوبل في جنوب أوكرانيا منذ بداية معدس الماضي